في مصر قالت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات حول فيروس كورونا لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي كما وحذرت من أن العقوبة تصل للحبس لمدة عام وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 20 ألف جنيه فيما قالت وزارة الصحة أن الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة رغم تجاوز عدد الإصابات الخمسمائة